لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولا بأول نهاي نمساوي إيطالي أفرزته النسخة 21 من الجائزة الكبرى صاحبة السمو الأميرة للا مريم للتنس هي أول مباراة نهائية في مسيرة جوليا جغابغ التي حجزت بطاقتها بعد إطاحتها بمفاجأة هذه الدورة الأرجنتينية جوليا رييرا التي بلغت نصف النهائي في أول مشاركة لها في دوري من هذا الحجم نزال قوي أمتع الجمهور سيطرت خلاله النمساوي جغابغ على أطوار المجموعة الأولى قبل أن تعود منافستها في المجموعة وتعدل الكفة وكانت تكافؤ سيد الموقف خلال المجموعة الفاصلة نتيجة وأداء قبل أن يمنح طيبريك الأفضلية لجغابغ بواقع 6-1-3-6-7-6 سعيدة جدا ببلوغ أول نهائي في دوريات دول فيتئا المباركة كانت صعبة متعبة جدا أظن أنها قدمت أداء رائعا سعيدة بخوض النهائي غدا وجد متحمسة لبدل قصار جهدي أحب التواجد هنا بالمغرب وبالرباط الناس جد مضيافين الدور رائع أحب اللاعب هنا أنتظر الغد بفارغ الصبر كلا اللاعبتان قويتان المباراة أكيد ستكون جد صعبة سنرى ما سيحدث غدا لن يكون الأمر سهلا أكيد لكني سأخدم أفضل ما لدي ومتحمسة لخوض أول نهائي في مسيرتي مهمة النمساوية في مداعبة أول لقب لها لن تكون مفروشة بالورود أمام الإيطالية لوسيا برونزيتي التي تتقاسم الطموح ذاته بعد نصف نهائي أول السنة الماضية ها هي الإيطالية برونزيتي تبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخها ضمن دوريات الدول فتا 250 على حساب المصنفة ثانية في الدوري والخامسة والثلاثين عالميا الأمريكية سلوان ستيفنز ساعة واحدة فقط هي كل محتاجة إليه الإيطالية التي بسطت سيطرتها المطلقة على المواجهة والنتيجة مجموعتين دون رد ستة واحد وستة واحد هي لعبة رائعة جدا فازت بعدة ألقاب في مسيرتها سعيدة بفوز اليوم أنا جد متحمس للغد ستكون مباراة صعبة غابغ لعبة جيدة جدا كلنا سيقدم كل ما لديها سيكون نزالا قويا صعبا أتمنى الفوز نسخة الحادية والعشرين من الجائزة الكبرى صاحبة السمو الأميرة للا مريم تبوح بأسرارها إلى الثنائي المتكون من الأمريكية سابرينا سانتا ماريا والروسية يانا سيزيكوفا التي توجت باللقب على حساب الثنائي المتكون من الروسية ليدزيا ماروزافا والبرازيلية إنجريد جامارا مارتينز بعد اللجوء إلى السوبر طايبريك والنتيجة ستة ثلاثة واحد ستة وتمانية عشرة نحن جد سعداء نلعب معا لأول مرة منذ سنوات طويلة كان الأمر جيدا جدا نحن سعداء بهذا التتويج وسعداء بتواجدنا بالرباط هذا دوري رائع جدا المباريات النهائية جد مهمة وهي متغيرة عن باقي المواجهات نحن جد سعداء لأننا حققنا شيئا بعد الجولة الأولى دخلنا في مرحلة شك كما قالت سابرينا لعبنا عدة مرات معا ولم يكن الأمر جيدا والآن قمنا ببعض التغييرات نحن سعداء بما حققنا هذا الأسبوع يصدر السطار غدا عن الدورة الحادية والعشرين من الجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملك الأمير الجليل للا مريم للتنس بمواجهة نمسوية إيطالية لوسيانا برونزيتي المتعودة على هذه التظاهرة والنمسوية المتحمسة للتتويج